اهلا بحضراتكم في هذه التغطية رفعت محافظة الكاهرة حالة الطوارئ بقطعاتها الخدمية لاستقبال اجازة عيد الاطحى المبارك وذلك من خلال تفعيل غرف عمليات بالدوان العام والاحياء كذلك هيئة النظافة وهيئة النقل العام ومدريات الصحة والطب البيتري والتموين للرقابة على الاسواق والمجازر واللحوم بالاضافة الى التنسيق مع شركات المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز مع وضع خطة توزيع لأوتوبيسات النقل العام لتغطية جميع المناطق الترفيهية التي يقصدها المواطنيون في العيد اعلنت محافظة الكاهرة فتح كافة المجازر الحكومية بالكاهرة الالي وجرك والسلام والممتاز وترى وحدوان لاستقبال اضاحي المواطنين وتيسير تقديم خبمة الذبح مجانا للأهالي الرغبين في ذبح الاضحية طوال ايام العيد وتعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة وشدد لواء خالد عبد العيل محافظة الكاهرة على الرقابة والتأكيد على عدم الذبح خارج المجازر حفاظا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم مشيرا الى انه سيتم تحرير محاضر بيئية لمن يقوم بذبح الاضاحي بالشارع ويترك المخلفات والدماء واوضح نقيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخلفة وتصل الى عشرة الاف جنيه كما حضر محافظة الكاهرة من اقامة اي شوادر لعرض الذبح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين او محلات الجزارة لعدم اعاقة حركة المرور مشددا على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة واضف محافظة الكاهرة انه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والغاء الاجازات للعاملين بالمجازر من اطباء ومعاونين وعمال وايضا جميع الاطباء القايمين على التفتيش وايضا الدفع باعداد اضافية من الاطباء البيتريين للعمل في المجازر حتى انتهاء العيد لسرعة الاداء بالمجازر ومواجهة الزيادة في عدد المذبوحات مستمرين في تغطية اخبارية على مدار السعام تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرت